قل للذيب المدخل يرمان يوم القيامة يلتقي الخصمان ما تنتهي عن نبز شيخ فاضل أثنى عليه أئمة الأوطان زكاه شيخ العارفين محمد ابن العثيمين كذل فوزان بل دافع النعر الربيع فقيمنا شيخ الحديث إمامنا الألبان يا باغيا أشويهه بمثالب قد أسست بالزور والبهتان ما زاد هات وقد عمدت نقصا من شيخ علم حافظ القرآن وعن العقيدة حجثن ولا حرج منها جهود ربن بالعدنان فليخرسن الشانئون لسانهم وليمدموا عن سالف الأزمان وليعلموا أن الطريق توافن هي سنة المبعوث بالقرآن وبنهج أصحاب الرسول وفهمهم لا بالتعصب أو بقول فلان إن الكلام عن الأئمة يا فتى من أكبر الآثام والعصيان لسنا نغالي أو نقول بعصمة فالشيخ ذو فطأ وذو نسيان رفع الإله جنابكم يا شيخنا ملت العلام العلم والإحسان أفديك يا علم الحديث تحية مملؤة بالود والعرفان ومفادها أن الفؤاد يحبكم يا رب ثبت حجتي ولساني يا شيخنا المقدام طاب مقامكم عوفيت من حقد ومن أضغان فلقد عرفتم بالديانة والتقام وجهاد أهل السيغ والطغيان عابوا عليكم يا إمام كلامكم في منهج التكثير والإخوان وكذا ردودكم على من خالفوا نهج الحبيب ومنهج التبيان جعل الإله مقامكم ومآلكم في جنة الإكرام والإحسان صلى الإله على الحبيب محمد هو منبع التوحيد والإيمان ترجمة نانسي قنقر